السلام عليكم ورحمة الله المونديال العربي الحلم العربي شارف على النهاية المنتخب الأنشانتيني بقيادة ميسي وصل إلى النهاية ومنتظار منتخبنا المغرب اليوم إن شاء الله يحسب مباراته أمام فرنسي وينتصر ويكون أول منتخب عربي وأفريقي بيوصل للنهاية بعدما كان أول منتخب عرب وأفريقي بيوصل للنصف النهاية ومع انتهاء المونديال الكثير يتساءلون عن المبالغ اللي بتقاضاها الفائز بهذا المونديال والفرق الأخرى المشاركة بكأس العالم بها الحلقة هنستعرض المبلغ اللي بتقاضى المنتخب الفائز بكأس العالم وبقية الفرق المشاركة فتابعونا فيفا حضرت قيمة الجوائز لمونديال قطر 2022 بقيمة 440 مليون دولار حضرت توزع على الشكل التالي المنتخب الأول سوف يتقاضى 42 مليون دولار المركز الثاني سيتقاضى 30 مليون دولار المركز الثانيس سيتقاضى 27 مليون دولار والمركز الرابع سيتقاضى 25 مليون دولار أيضا الفرق اللي تأهلت لدور الثانيس سيتقاضى مبلغ وقدره 17 مليون دولار الفرق اللي وصلت لدور الثانيس سيتقاضى 13 مليون دولار وكل الفرق اللي شاركت بكأس العالم الرابع سيتقاضى مبلغ بقيمة 1 مليون فاصلي خمسة كمبلغ مساهمة من أجل الاستعداد لخوض غمار كأس العالم طبعا قيمة الجوائز ارتفعت من مونديال روسيا 2018 لمونديال قطر 2022 حيث وصل المبلغ اللي تقدم من الفيفا كجوائز بمونديال روسيا عبارة عن 400 مليون دولار فقط والفائز اللي كان فرنسا قاضى 38 مليون دولار بنهاية تحت الحلقة أخبركم هذه المعلومة كمان المهمة المنتخب الأمريكي من مونديال 2019 عم نحكي عن المنتخب النسائي تقدم فقط 4 مليون دولار وجوائز بالقيمة الإجمالية كانت قيمتها فقط 30 مليون دولار فطبعا المشتمع النسائي بكرة القدم طالب أن ترتفع قيمة الجوائز أسوة باللي عم يشوفوه بكرة القدم للرجال ومونديال 2023 بأستراليا ونيوزيلندا ربما ترتفع هذه القيمة كنت معكم أنا حسن صالحة تابعوني على فيسبوك وعلى يوتيوب والسلام عليكم ورحمة الله